تعد السلامة المرورية هدفا أساسيا وغاية نبيلة تستدعي جهودا متناسقة وشراكة مجتمعية فاعلة وهو الأمر الذي أكد عليه مدير عام الإدارة العامة للمرور خلال استعراضه مؤخرا أبرز ما حققته الاستراتيجية المرورية الشاملة التي أطلقتها الإدارة عام 2015 بدت العلامات الإيجابية واضحة على مستوى سلامة المرورية بعد مضي ما يقرب من الشهرين على تنفيذ قرار إسناد الحوادث المرورية البسيطة لشركات التأمين واستخدام خدمة البلاغ الإلكتروني عبر تطبيق e-traffic وهو ما يعد محصلة للوعي والالتزام الذي يبديه سائقو المركبات وتقيدهم بالإجراءات المقررة خاصة وأن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تحقيق السلامة المرورية وانسيابية الحركة على الطرقات بعد قرار إسناد الحوادث البسيطة لشركات التأمين وإشراك القطاع الخاص وهي امتدار الاستراتيجية المرورية الشاملة التي أطلقتها لإدارة العام المرور في العام 2015 تراجعت نسبة الحوادث أو حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 60% إلى العام 2020 واستمرت بالتراجع بنسبة 35% خلال العام الماضي حتى أغسطس 2021 في ظل زيادة المركبات إلى 21% وكثافة الحركة المرورية وبناء مدن جديدة ومواجهة تحديات في زيادة مساحة الطرق مما يجعل مملكة البحرين الأكثر انخفاضاً على المستوى الأقليمي في معدلات الحوادث المرورية ومن الطبيعية أن تستمر العملية التوعوية للتعريف بالإجراءات والأهداف التي يعمل المشروع على تحقيقها مع التأكيد على ضرورة تجاوب مستخدمي الطريق مع الرسالة الإعلامية والالتزام بما تتضمنه من سلوكيات وإجراءات والتعاون في تنفيذ الآليات التي تتطلبها السلامة المرورية معدل حوادث الطريق مرتبط بشكل أساسي بمستوى واعي مستخدمي الطريق ومدى التزامهم بالأنظمة والقواعد المرورية وتجنب السلوكيات الخطرة مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة وتجاوز الإشارة الضوئية والسرعة المقررة للشارع والالتزام بالقيادة الوقائية والإدارة العامة المرورة تدعو أن جميع الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية متمنين لهم السلام على الطريق وتعد انعكاسات مشروع إسناد الحوادث المرورية البسيطة لشركات التأمين إيجابية على مستوى السلامة المرورية وفي الوقت ذاته حماية لأفراد المجتمع وهو ما يتحقق من خلال جهود بناء لكافة الأطراف وفي إطار الشراكة المجتمعية المسؤولة